القراءة غيرت مجرى حياتي تغيير جدري وفتحت آفاقي وأصبحت بالنسبة لي أسلوب حياة السلام عليكم اليوم أجدكم في فيديو خاص جدا في إيضا المشاركة في أسبوع يوتيوب المرأة العربية لنضم موقع بودكاست إيريبيا ورح نحددكم عن مساهمة القراءة في تمكين وتدقيف المرأة القراءة هي من أهم الأمور لما لازمش يغفل عليها للشخص ولا الدولة المعروف منذ القدم أن القراءة هي أول وأقدم وسيلة للتثقيف والتعلم اللي يكتسب منها الشخص المعارف والعلوم والأفكار والمبادئ قراءة من أهم بل من أول اهتمامات اللي لازم على الشخص تقيد بها لو لاحظنا للإقبال الكبير للفئة النسوية على القراءة في الفترة الأخيرة نشوفوا بميولاتهم واهتماماتهم تختلف من إمرأة إلى أخرى بعض النساء يشوفوا بالقراءة هي أفضل وسيلة للترفيه عن النفس ولتمضيات وقت الفراغ والبعض الآخر من النساء يعتبروها ضرورة ومنهج للحياة إلى أن القراءة لازم تتجاوز حدود المتعة لأنها تساهم إسهام كبير في تطور المرأة وتثقيفها النساء القارئات السكسوني كيفاش تقدر القراءة تقف المرأة وتطورها؟ القراءة تطور القدرات الإبداعية لتنميسها لأن القدرات الإبداعية تتناسب مع معدلات القراءة القراءة تخلي المرأة تفكر بشكل غير مألوف وتبدع وهذا نظرا للقراءة والإطلاع المستمر فإذا مهمة كذلك نكتسبوها من القراءة هي تنمية قدرات التحدث والنقاش للقراءة تكسب المرأة معلومات مختلفة وتنمي قدراتها العقلية وتعطيها فرصة على الإطلاع على أفكار الآخرين، ثقافة الآخرين يعني تخليها تسافر وفي مكانها والمرأة تطالع على وجهات نظر مختلفة والتي تشوفها من زوايا مختلفة وعقلها يتفتح وتولي تتقبل رأي الآخر قراءة تقوي شخصيات المرأة المرأة والتي قادرة تحكي في المجالس في المحاضرات وتناقش الآخرين بأرياحية تامة القراءة تخلي المرأة تعبر عن آراءها بكل حرية وتخلص من القيود والتابوهات المرأة والتي قادرة تقول إيه وتقول لا لا قادرة تترشح وتصوت كما قادرة تشارك في كل ما يدين بالقراءة تصبح المرأة حرة ومستقلة وتخليك كل من حولها يحترموها المرأة القارئات تقدر تتاخل قراراتها بدون ضغط من أي أحد وتخليها تقدر تقول إيه وتقول لا لا بأرياحية تامة لأنه في بالها عندها ميزان هو ليرشدها نحو الخطأ والسواب القراءة تخليك تكوني صابورة وتوجهي الحياة بكل أعبائها وبكل مشاكلها بأرياحية تامة وبصبر وتفاني بعد كل كتاب تقرأيه وكل كاتبي يعجبك وتنباري بأسلوبه الأدبي صحيح رح يعجبك أسلوبه الأدبي لكن أنت ركي تنمي في أسلوبك الخاص بلا ما تعرفي على هذه وبعد فترة معينة القراءة رح تخليك تقدري تعبري وتكتبي وحتى تقولي شعر وأهم حاجة نكتسبها من القراءة هي الثقافة الذاتية الثقافة الذاتية هي من أهم وسائل اكتتاب المعرفة وهذا الشيء يتم عن طريق القراءة والبحث والجري وراء المعلومة من القراءة نكتسبه أهداف وظيفية وشنوني الأهداف الوظيفية؟ أهداف الوظيفية هي أن الشخص يقرأ في التخصص اللي رح يدرس فيه ولا في مجال عمله وهذا الشيء رح يخليه يطور فإذا الأخير واللي غفلوا عليها الكثير من القراءة هي أن القراءة تطور ذاتك وتخليك امرأة أفضل، زوجة أفضل وأم أفضل أنا حدثتكم عن بعض الفوائد فقط والقراءة عندها فوائد لا متناهية وأنا كقاري أو كناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي في مجال القراءة والمطالعة نقدر نقول لكم بلي القراءة يعني غيرتني جدريا غيرت لحياتي غيرت نظرتها الأمور وخلتني نفكر بطريقة مختلفة تماما وقدما نحكي لكم على أهمية القراءة وفوائدها ما راحش تحسوا بهذه القيمة الحقيقية وبهذه اللذة حتى تقرأوا بنفسكم وفي الآخر حبيت نشارككم باقتباس بسيط من كتاب 25 خرافة شغلية عن القراءة للدكتور ساجد العبدالي وعبد الماجد تمراز ليس الهدف من الكتاب تخديرنا أو تسليتنا فقط وليس هو شيء نمر عليه هكذا كما نحن بل هو تجربة لابد أن تضع فيك شيئا جديدا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة